وليه؟ وطب ما الدكتور قالك ناخد العلاج لأن الدكتور قالي هتمشي على العلاج 3 شهور وجربي أنا ما استنتش بقى 3 شهور فهو ليه ليه التصرع وعارف أن أنا ما بحبش أخش عمليات أو أن أنا أعمل كده فرفض تام لدرجة أن أنا حددت المعاد يعني أنا عارفة أنه موافق بس ده مش يعني ما كانش رفض أن أنا بعمل من وراء حاجة هو رفضها تماما لا هو رفض خوف فكان لازم أنا أتشجع فعايز أقول لك أن أنا من كتر الخوف أول زيارة للدكتور رحت وبعدين رحت لوحدي ما قلتش لكارتر أن أنا رايحة وبعدين بعد ما دخلت العيادة فالمفروض الدكتور بقى يستقبني على طول لأنه هو اللي عملي يشد في الخطوة ومية بتشد في الخطوة وكله فأنا رحت فقالوا لي إيه الدكتور ثانية واحدة دكتور سودي مية كثاب مية كثاب فالدكتور أول ما رحت قالت لي ثانية واحدة الدكتور جايلك عايز أقول لحضرتك أنا الثانية دي خدت بعدي ونزلت ركبت العربية والله كنت عارفة والله العظيم وعيضت بقى في الطريق وكلمت كارت رعاية قلت له أنا مش عارفة عامل ليه قال لي ما أنا قلت لك لأنني عمليش قلت له أنا لازم أعمل وانتي ليه ما قلت ليش أنك خناءة يعني تاني بس بعدين رحت اتفقت بقى مع الدكتور قلت له أنا يعني عملي التحاليل وبعد حالة مش مش أقدر إن أنا أقرأ وعملت فعلا كده وعملت كل حاجة والدنيا كلها مشيت ويجيب أقى يوم العملية ده هو ده اللي كان العياط الكبير بقى ليلة العملية بتفكري في إيه غير الآلام والحاجات يعني ما مضى وما سبق وما هو قد ولا حاجة عملي أصلي بقى لربنا وتكالي واعتماد عليك يا رب وخلاص ما عنديش أي حاجة يعني ما فيش أي حاجة بFine بفكر فيها مثلاри حتى فكرة الشغل إن الناس قاعدوا يقولوا وأصل اللي كل اللي خاصوا ما عرفش أنا عندي دايماً ب deine حاجتين حسن الظن بالله وطاقة الجذب.. بسمين الصبري بقى فيه أه هه 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 طاقة الجذب الحاجات الحلوة كل ما بتفكري فيها بديلت كل ما بقول أنا هبقى كسر القاعدة وأنا اللي إن شاء الله بإذنك يا رب ومساعدتك لي أنت عارف إن أنا بحب شغلي فإن شاء الله أنا لما هخس الناس هتقول إيه ده دي خس بقت حلو هتكمل آه إن شاء الله فبإذنك يا رب أنا إن شاء أمر أهو أنت طول عمرك وشك ربنا يخليك وبعدين أنت نصحة كمان وأروبي أروبي أروبي جامد طب ليه بي أروبي طب ليه بتساوي كده ولا ما قالي كده ولا ما قالي كده إن مش أدوارك ما اعتمتيش فيها على السمنة آه وكنت نصحة في ده جداً وبرضو الاختيارات المخرجين كانت إنه بيتعاملوا مع موابة شايماء مش منظر شايماء فالهت قطعتي مسافة في الحتة دي تطمنك آه يعني أنا ساعات كد بيجي عليا إفهات تقالي كد بتضحكلي كدت عادة أنا أقولها الزمايلة أقوله قولي كذا آه وهم اللي قولولي لأ يعني أنا 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 من النوع اللي بحب أهزر على أي حاجة آه ما بزعلش وابقى نفسي الناس ما تزعلش يعني مثلاً لو حد واقع قدامي آه الناس بتزعل علي أنا بضحك آه أنا بضحك لو مثلاً حد من زمايلي وإحنا بنمثل غلط أنا بضحك بضحك يعني فخلاص الناس بقوا عارفيني وعارفين إن أنا باخد كل المواقف بضحك لأ أنت كنتش بتقعي لأ أنا حكليك مواقف بقى على كارتر آه مرة كنا خارجين من كافي وبعدين إيه فكان برّ الكافي كده إحنا كنا عارفين جوه في حتة مكنونة يعني فخارجين بقى برّ والدنيا زحمة جداً كان بعد ماتش كنا متفرد على ماتش فزحمة فالمم إيه وإحنا خارجين في الناس كتير قوي فالناس كلها إيه بصت بقى شيبقوا كده فراح إيه هو ميسك إيه ويتكلم بقى كده لوقت زي إيه عارفة سمعين يا سنزة اللي وعاوك بقى قال يعني أنا بس يشع خلي بالك عشالله وإيه سيبقى منظورك زبالة فجأة هو فيه سلالم فجأة رح هو واخد السلالم دي والله العظيم زوحليقة أنا بقى كزوجة أصيلة مش سنت زوجي اللي كاللسة بيسندني لأ وقفت بشاور عليه وصد ضحكتي فقلبة مصرحي وإنس كلها تضحك بعدين راح كرت رقام قال أبدا أنا بس كنت بوريها تقع إزاي والله عاملنا هاشهد كده فاهم ارتجالي في الشارع بس فده بالنسبة للوقت ده كان ماتش إيه ببه المناسبة